وفي غمرة احتفالات المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني الثالث والتسعين أقامت وكالة الأنباء السعودية معرض تاريخ الدولة السعودية المعرض يأتي انطلاقا من دور الإعلام ورسالته تجاه ترسيخ العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية والتعريف بأمجادها وإرثها ومنجزاتها الحضارية استشعارا من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزا لرسالتها التثقيفية في الداخل والخارج وإثراءا للمناسبات الوطنية جاءت فكرة إقامة وكالة الأنباء السعودية لمعرض تاريخ الدولة السعودية الذي يشكل مفهوما آخر للعامل المؤسسي بهدف تكامل الدور الإعلامي مع المؤسسات الوطنية المعنية بتاريخ المملكة العربية السعودية عبر تقديم محتوى بصري تفاعلي عن تاريخ المملكة المعرض أعد ليأخذ الزائرة في رحلة مثرية عن تاريخ المملكة العربية السعودية وفق مسار زمني متسلسل بدءا من مرحلة التأسيس وصولا إلى إعلان توحيد أرجاء البلاد وبداية عهد الدولة الحديثة خلال فترات تعاقب عليها الملوك الكرام بلوقا لعهد خادم الحرمين الشريفين وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وما تشهده المملكة من حاضر زاهر ورؤى طموحة لمستقبل مشرق معرض تاريخ الدولة السعودية يشكل أيقونة تفاعلية في خطاب إعلامي ذي أثر يعكس العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية على خريطة العالم ويشكل أيضا محطة معرفية جاذبة في محتواها للجمهور بمختلف فئاته كما أنه يمثل منصة تستمت منها وسائل الإعلام والوفود الزائرة وعضاء السلك الدبلماسي تصورا شاملا لمراحل تاريخ المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر